اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن هديرا ماشي أنت اراها ذاكر لاحظوا ان الكرشو هنا من هنا خارجة ومن هنا خارجة منните نقص فيها نكن لقوش فيها انتفاخ ولكن ننقو فيها في حالة شكل الدين الماء هاد المرض هاد اسمد الـ اسميته الكوليستريديا هي حالة شكل comoksidia يعني على وزن كوكسيديا ولكن هادا اسمده الكوليستريديا كوليستريديا سموك يوقع هذا مشي انتفاخ ديال البطن وإنما هذا ليسر إلما تدواش الكرش دياله يعني كتنفاجر وكيخرجون المصارين على برضا علاش لأن السبب ديال هاد شي وهو سوء التغذية علاش دبان أنا ديما كان هدر على الأشياء الناشفة يعني ايش حلم واحد الفيديويات كيقول لك لا راها ممكن أنه يعني الاستعانة بالمواد الخضراء أو القصور ديال الخضار ديما هاد شي كدير إما المرارة إما كدير هاد النوع مثل هاد الأمراض ديال الكوليستيريديا عقله على الاسم هادا أي حاجة دخلوها في الراس على حسب يعني الاحتراف وهذا هو الاحتراف أن يكون عندكم معلومات في هاد الموضوعات هادو إذا هاد كوليستيريديا كوليستيريديا اسمو العلاج دياله هاد هي الهادية اللي ان شاء الله غدي نقدمها النهار شوفوا هادا أذكر شوفوا البطن دياله كيفاش ديره من هنا ومن هنا هادا مش انتفاخ أني مني كان قيسها كارا كرشو متحجرة لاحظوا أنه يعني الاوساخ ما ديرتا أوساخ هانتو ما دبرا عندونها للول وهو شوفوا الحجم ديال الراس دياله يعني هادا عاد صغير يعني مش كبير بزيف نقولوا عندو تلت شهور ونص وشوفوا مسكين هادا المرض اللي هادا راح حيوي بالنسبة لهذا يعني الفترة هادي يعني الفترة الظاهرة راح كيكون حيوي يعني كيبقيه ينشطوا يتحرق في الكارش هانتو ما شوفوا دبرا اسمو راح داية راح كيقول لك داويني هاد المرض هادا راح مشي انتفاخ وإنما على شكل مياه كتكون جموعة متحجرة في الكرش أو البطن ديال الارند هاد المرض تسميته الكوليستريديا كين اول حاجة مباشرة مني تشوفوا عندكم هاد الحالة هادي مباشرة مباشرة حييدوا العلف هانتو ما فيما كتلاحشو هانتو ما تعطيو التنوع من العلف يعني حييدوا لي جميع انواع العلف تاني حاجة يعني هاد شي خطوات تاني حاجة وهو التبن حطولو شوية دير التبن راكلة من التبن هنا شوية را بدك شوية كي دير را مشي زبيلات المايا مو المرة باقي مبارش الدبرة مبارش يعني العلف أي نوع من العلف يتقطع عليه لمدة 48 ساعة يومين ما تعطيوه التحاجة تاني حاجة وهو التبن تبن انتو ما راني فيت سبق دي هدرت عليه انتو ما بحالكة هدا التبن تبن عادي مشي شي حاجة مغاليش ممكن انكم تحصلوا عليه غي مجانا غي وحل خنيشة بحالكة تحطوا له شوية ديال التبن تالت حاجة وهي مربط الفارس في هذه الحلقة وراها كما قلت لكم راها هادية انا راها هاد الانتفاخ هذا را كان كان نضايقني بززاف كان تقريبا صفيت راها دبت شوية تفش اسمو عطيتو عطيتو وهو الحل السحري ان شاء الله وهو النعناع هانتو ما را شوية راني مخل نديرو له فى 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 طاس هنايا ولكن هاد النعناع راها عشبة عطيها لنا الله عشبة سحرية هادي النعناع العادي اللي كديرو فقاتاي هادا تغليوه وتعطيوه له وان شاء الله راكم غادي تشكروني يعني هاد الحلقة راها منفريدة راها يعني هادية لجميع المحبين ديولي النعناع تعطيوه الارنب يعني مشي تعطيوه له مباشرة ياكلو راي يدروا هانا تبعوا معايا الحلقة مزيان وفهمو اسمو اشنوني كامقول الكيمية اللي هاد تعطيوها ديال النعناع وهي خمسين في المئة نعناع وخمسين في المئة ماء يعني الكيمية اللي هاد تعطيوها نعناع ديروها ماء وغليوها يعني بحجبة هادي نقولو فى هاحد وحد كيمية ممكن هادي تدير دير ديال معاها نسكاس ديال الماء وتغليوها معاها وهذاك الشي هادك الماء ماشي نعناع الماء فقط اعطيوه الارنب وكونو متفقنين ان هاد الحلقة دي تفيدكم بزا في ان شاء الله لاني فرحان لانا قدرت انني يعني نجيبكم هاد النوع من المراد لانا عندي فى الراس ديالي ولكن ما عمرو ما ترى لي غلطت فى اليامات عطيت الارنب شوية ديال القشور ديال الخضر يعني عندي لوليدات ديالي هم ولي كي مرة مرة يعطيوهم بحالة الاشياء عطاوهم قشور ديال الخضر وراه تصاب بهاد بهاد يعني مبقاش حيوي انا رحت انه مبقاش حيوي منيد لحط البطن ديالو لقيتها منتافها قلتي يمكن رها انتفاخ وهي كنتم عطيه فى الاول كيم ما عودتكم بكربونات سوديوم ولكن فى هاد الحالة هادي ما تصلحش بكربونات سوديوم لانا كرشو فيها تحجر فيها ماء ماشي فيها انتفاخ فيها هواء إلا كان فيها هواء انتفقوا لعاكم منيك تقيسولو كرشو هاكا هاكا منيك تشوفو الهواء عطيوه بكربونات سوديوم خيصف التامانته هي كتبع فى الفرماسيهم أما بالنسبة التحجر ديال البطن شوفو هنا يرى البطن ديالورها متحجرة مسكين شوفو شوفو راها يعني منيك تبغين هزوها حانك شوفو هنا يارى عريض يعني احدي الحالة يعني منيك تقول لكمش لانا انا منيك يكون حيوي هذي كي صحة أما منيك يكون هاكا هذي را مرض اسميته qualestridia هذي مرض كما قلت لسوء التغذية السوء الثردية هي اللي كتدير هاد النوع من الامراض حاولوا انكم تعطيوه الاني بديلكم عالف صحي ناشف ما يكونش فيه المياه ما يكونش ميت دم الحلقة ديالنا هي هادي النعناع غليوه وشدو الماء ديالو وعطيوه له ماشي النعناع وانما الماء ديال النعناع عطيوه له وان شاء الله رابدك يتفش دابار ما اما علشان ايام دكوه ماد الحلقة هادي رالبار حرا كان منفوخ بزاف كان كان بوحد الحالة يعني كان ضخم بزاف يعني كرشوت تحجرت ولكن ان شاء الله غادي غادي يبرع وتمثوا ما هاد الحالة هادي عقلوا عليها الكوليستريديا هادي يعني حالة من الحالات يعني تل اسم هو في حقيقة راه مركب جاي بحل كوليستيرول جاي من كوليستيرول وكوكسيديا يعني اللي خلطيهم كتعطيك كوليستريديا هاد الحالة هادي راه ها يعني خطيرة مو متتغضوش اليها تقولوا دبي برا لا ضروري العلاج لانه كيكون في واحد الحالة مسكين ما كيبقاش هيكل كيبقا غير مقرمس بحلاكة ممكن انه البطن ديالو تنفاجر والمصار يخرجوا على برا علشان هاد الحالة معتابرة في حالة هادية لجميع المحبين ديالي النعناع والتيبن قطعوا عليهم الماكلة 48 ساعة يعني يومين اعطيهو التيبن فقط وغليولو الماء إلا ما بغاش يشربوه ممكن انكم تديروه في واحد لمحقانا وتكبوه له في فمو يعني لا بد ما يشرب من هادك الماء ديال النعناع المغلي وإن شاء الله غادي يكون تسير إذا حلقة منفردة حولو انكم تفهمو اشنوغلز يعني ما تعطيوش النعناع الأرنب ديالكم وتقولوا بالراكين المشكيل اللي اعطيوه الماء المغلي ديال النعناع فقط لمدة يومين إن شاء الله غادي يجيب الله تسير إذا حلقة ديالنا هي ديالها حلقة مهمة تفكروا هاد المصطلح ديال الكوليستريديا ممكن يصادفكم يعني هو ماشي انتفاخ ديال البطن وانتفاخ ولكن ماشي بالهواء بالغازات وإنما انتفاخ بالماء وتحجر البطن إذا دوا ديالها وعطيته لكم إذا كان شي تعاليق مرحبا بكم انا كان نشكركم على التعاليق طيبة ديالكم كان اعتراب لكم عائلتي تكيو على زر جيم باش تساندونو الماء لقناة زيد القدام ما تنسوناش بزر جيم وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة موسيقى